الرابع من أركان الإسلام صوم شهر رمضان الصيام ينقسم إلى قسمين صيام فرض وصيام نفل صيام الفرض منه صيام شهر رمضان كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام لكن إذا كان غير قادر لكبر السن أو لمرض هذا يطعم عن كل يوم مسكين مستوطن غير مسافر والمرأة لابد أن تخلوا من الحيظ والنفاس هؤلاء يجب عليهم الصيام دي خلقه باندي روجة فرض نظر نعم أيضا عندنا مما يكون في الصيام صيام النفل كالاثنين الخميس وغير هذا والله أعلم دقا رنجل نفل روجة لك دوشنبي بير بورز يا دجميرات بنشنبي بورز والله تعالى أعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر